وينضم إلينا من المنامة الكاتب والمحلل السياسي عبدالله الجنيد أهلا بك أستاذ عبدالله أستاذ عبدالله هناك اهتمام عربي واسع بأهمية القضية الفلسطينية وإيجاد حلول لها ما مدى تحقيق ذلك في ظل الظروف الراهنة؟ مساء الخير وشكراً للاستضافة على ما أعتقد بالعودة إلى الملف الغضاء الفلسطيني على ما أعتقد أنه الدبلوماسية بغيادة الراحل العظيم الأمير سعود الفيصل قد حقق تطور نسبي ونوعي بالذات في عملية نقل الغضية الفلسطينية أو الموقف الإنساني من الغضية الفلسطينية أوروبياً بشكل كبير وكذلك رأينا مثلاً في المؤتمر لعقد في الرياض بين الشمال والجنوب مع الدول الأمريكا الجنوبية ووجدنا أن من أصل تقريباً تسعة وتسعين من الدول أمريكا الجنوبية قد اعترفت سياسياً برولة فلسطين فالملف الفلسطيني من حيث المكانة الآن هو معترف فيه من أكثر الدول الأوروبية وكذلك تقريباً عموم دول أمريكا الجنوبية بالإضافة إلى العالم الإسلامي فبالتالي المكانة السياسية الآن هي كيف نحقق نغلة أخرى وهذه النغلة الأخرى نحتاج فيها إلى وقفة فلسطينية فلسطينية قبل أي جهد عربي آخر نعم تشدد القمة على أهمية مواجهة الإرهاب فكيف يتم القضاء عليها أو تقليصه في ظل هذا التوافق العربي الآن على ما أعتقد أننا يجب إعادة قراءة القمة من موقع إعادها كون القمة في نواكشوت في موريتانيا في حد ذاته على ضفة الأطلسي مسألة مهمة استراتيجياً نحن نعمل أو الموقف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية هو استعادة عمقنا الأفريقي سياسياً واستراتيجياً ووجود هذه القمة في نواكشوت وهي تمثل الامتداد الطبيعي لشمال وقرب أفريقيا العربي فاستغرار موريتانيا سوف يؤثر في محيطه وسيدعم عملية الاستغرار كذلك في السياسي والأمني في المقرب فبالتالي كون المقرب حالياً دولة الاستغرار الأكثر في الشمال العربي الأفريقي سوف تحتاج إلى دعم أكبر من دول نسعى لعملية أن تتحقق فيها يتحقق فيها الاستغرار السياسي بشكل نسبي أكبر مصر الآن تعيد بناء منظومات الاقتصادية السياسية الاجتماعية فبالتالي هي محتاجة إلى بعض الدول الأخرى في الشمال الأفريقي العربي تكون دائمة باتجاه دعم الاستغرار مثلاً في ليبيا وتحديداً نعم شكراً لك الكاتب والمحلل السياسي عبدالله الجنيد شكراً جزيلاً لك